هبدأ ألجأ إلى مرسمة بالحقن مجهاري كوسيلة مساعدة للإنجاب طب أنا النهاردة لو دخلت على حقن مجهاري أثناء إعطاء التنشيط ده مش هيقلل من مغزون مبيض ويبدأ يدخلني بقى في سن يأس مبكر ويخلي الدورة تنقطع بدري ويبقى أنا عندي مشاكل لا خالص أنا عايز أطمن أستاذ المشاهدين أنه كل مشكلة ولها حال مش لازم أنه نقف ونبص تحت رجلينا لو تعرضنا لهذه المشكلة لو عندك مبيض واحد ودخل على عملية الحقن مجهاري الطبيب أحسن اختيار بروتقول وخطة العلاج هتصل بهذا المبيض إلى قمة النجاح لأنها في الآخر مبيض واحد أو اثنين أنا عايز عدد معين من البيضات مش لازم أطلع مني خمسين أو ست مبيضة عشان تحملي أنا ممكن أطلع سبع أو عشر أو اثناشر بيضة من هذا المبيض وبجودة عالية جدا وتصل إلى قمة النجاح يبقى إذن لو أنا لجأت الحقن مجهاري لأي سبب إن كان أنا بيب فيها مشكلة جوزي فيه مشكلة ما فيه بعض السيدات كل حاجة عندها كويسة وعندها مبيض واحد وجوزها فيه مشكلة برضو هتلجأ تعمل إلى الحقن المجهاري يبقى إذن النهاردة امتلاك سيدة لمبيض واحد أنا بالنسبالي كأنه عندها مبيضين الرسالة بوصلها النهاردة أنه أي بنت النهاردة أي بنت حتى لو هي لسه لم تقبل على الزواج وتعرضت لأي سبب إن كان إلى استقصال مبيض ليست نهاية المطاف أي عريس تقدم لها لا أنا خايف أنه أقول له أصبحوا بالحقيقة أنا خايف أنه يحصل لي مشاكل بعد الزواج لا وبتبقى عايشة فيه نوع من اليأس والإحباط والتردد والخوف والهلع لا أنا النهاردة إنسي الموضوع ده خالص النهاردة عندك مبيض واحد تستطيع الإنجاب من الحمل الطبيعي عندك مبيض واحد تستطيع اللجوء إلى الحقن المجهاري وتستطيع أن أنت تصل إلى النسبة التي تجعلها جدا النهاردة الموضوع مبني على الطبيب المعالج صراحة يعني مش على السيدة أو البنت يعني النهاردة لو أنا اتكلمت مع البنت أو السيدة المتزوجة بدأت أشرح لها المبيض بصورة كويسة جدا هتصل إلى قمة النجاح بإذن تعالى إحنا منطمن السادة المشاهدين أنه أي مشكلة لاحل وإن شاء الله تعالى أي كان نوع المشكلة اللي وإحنا عرفنا أن شخصة كويس جدا هنجد الحلول السريعة والبسيطة